هجمات ومواجهات عسكرية في مناطق بمحافظتي صلاح الدين وديالا أدت إلى مقتل العشرات من القوات الحكومية وميليشي الحجد والحجد العشائري أعادت الملف الأمني بقوة إلى الواجهة وزادت من سخونة الأوضاع في العراق الذي يشهد حزمة أزمات سياسية واقتصادية وصحية سيناريو تكرر أكثر من مرة فمع كل أزمة تمر فيها العملية السياسية يحاول أقطابها تصديرها بإيجاد ما يشغل الرأي العام العراقي غالبا يكون أمنيا بهدف تخويف الشارع من تداعيته وتهديده بشبح الانفلات الأمني الذي تجرع العراقيون مرارته طويلا سواء ما جرى من عمليات قتل على الهوية عام 2006 أو ما حدث بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق عام 2014 رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي السابق حاكم الزاملي قال إن الأخطاء التي أدت إلى سيطرة تنظيم داعش على الموصل لم تعالج حتى الآن ما يؤكد أن الحكومة لم تستفد من الدرس أو لا تريد أن تستفيد منه وهو ما ينظر بحدوث الأسوأ على حد وصفه بينما يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي جاسم جبارة أن الهجمات الجديدة تمثل بالفعل تكرارا لسيناريو أحداث عام 2014 بسبب التراخ الأمني والاستهتار بحجم الخطر ويشكك مراقبون في توقيت ودوافع الهجمات الجديدة مرجحين أنها تأتي في سياق إعادة تمكين ميليشيا الحجد لا سيما الفصائل الولائية التابعة لإيران بعد أن فقدت الميليشيا الكثير من مكاسبها نتيجة للجرائم التي ارتكبتها ضد ثوار تشرين والتي مثلت امتدادا للفضاع التي مارستها تجاه سكان المناطق المستعادة في المحافظات المنكوبة فضلا عن تبرط قياداتها بعمليات فساد كبير وبينما تدور مفاوضات تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة منذ أشهر ويقف العراق على أعتاب أزمة اقتصادية خانقة بعد انهيار أسعار النفط وتوقف عجلة الحياة بسبب كورونا يأتي شبح الانهيار الأمني ليمثل فزاعة تستخدمها أحزاب السلطة وميليشياتها لاستباق أي رد فعل على كل ذلك خاصة وأن ثوار تشرين يعدون لموجة ثورية جديدة تستهدف اقتلاع الفاسدين وتجار الحروب والتخلص منهم نهائيا